زيد علي والتفاصيل كثيرة هي التحديات التي تواجه الحكومة العراقية المقبلة ولعل أهمها ملف الاقتصاد وكيفية مواجهة العدز الحاصل في موازنة العام الحالي والمقدر بنسبة تصل إلى أكثر من 22 ترليون دينار عراقية الموازنة حقيقة التي يعدت من قبل الحكومة الحالية للحكومة القادمة حقيقة هناك كثير من السلبيات عليها مسألة تسعير سعر النفط وبرميل النفط علما أن برميل النفط الآن بفارق كبير جدا عن ما حدد في الموازنة أيضا توجه الحكومة السابقة بربط الاقتصاد العراقي بصندوق النقد الدولي والاقتراضات ومن بين السلبيات الكثيرة في موازنة العام الحالي هو خلوها من أي درجة وظيفية للموازنين واعتبارها موازنة تشغيلية أكثر منها خدمية الأمر الذي يشكل عبءا كبيرا على الحكومة المقبلة ممكن أن يكون هناك تغيير بعد المصادقة والتصويت على الكابينة الوزارية سيد عادل عبد المهدي سوف تتغيير بشكل كبير جدا تلك الموازنة والسبب بأن هذه الموازنة هي تخلو من الدرجات الوظيفية وكذلك نفس سلوب أو صيغة 2018 هي تطبقت في موازنة 2019 ويرى بعض المراقبين بأن الحكومة المقبلة ليس أمامها سوى استثمار التحديات الحالية لمواجهة أزمة الاقتصاد بشكل عام وذلك من خلال عادة عجلة الصناعة والزراعة إلى الدوران والقضاء على الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة والشروع بمنهج حكومي واقتصادي جديد يختلف كليا عن منهج الحكومات السابقة من بغداز زيد علي WTV